علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى وقد شرعنا في الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الثالث الذي موضوعه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الدنيا وقد عرضنا لإسناد الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله في أول هذا الفصل وهو حديث تأبير النخل يقول المؤلف رحمه الله رواية لهذا الحديث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وهم يأبرون النخل فقال ما تصنعه قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً فتركوه فنفضت الحديث حديث تأبير النخل أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه ألفان وثلاثمائة واثنان وستين وهو حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وكان نبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته حينما رأى الأنصار يأبرون النخل بالكسر كسر الباء ويأبرون جذ هذا وجذ ذاك لغتان أبر يأبر وأبر يأبر أي يلقحون النخل بنقل حبوب اللقاح من النخيل الدكر إلى نوع الآخر واقترح عليهم لو تركوا ذلك وخففوا على أنفسهم هذا العناء والتعب ربما كان أجدى عليهم وأنفع ولكن الذي تبين هو خلاف ذلك وهو نقصان هذا التمر وهذا المحصول للعام الذي تركوا فيه تأبير النخل وأكثر روايات بلفظ نقصت وهذا يعني أن الثمار كانت قليلة وأكثرها كان شيصا ورؤية بلفظ نقضت أي أنها أسقطت حملها شجر النخل أسقط حمله وقل نتاجه بلفظ نقضت وقال ابن القرقول كل الروايات غير هذه الرواية مصحفة أي أنه أنه يعتبر لغة نقضت هي اللفظ النبوي المروي في هذا الحديث نعم فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فاخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر وفي رواية أنس أنتم أعلموا بأمر دنياكم رواية أنس رضي الله عنه أوردها وأخرجها الإمام مسلم في صحيحه أيضا ورقمها 2363 وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبروه بما نتج من قلة محصول التمر في العام الذي تركوا تأبيره قال أنتم أعلموا بأمر دنياكم أي أن هذا الأمر هو أمر دنيوي يتعلق بالتجربة والخبرة والحياة العملية لأهل الفلاحة لا يتعلق بوحي أوحاه الله إليه فأنتم أعلموا بأمر دنياكم وهكذا يقاس عليه كل أمر مما يتعلق بالصناعات والحرف فهو من أمور الدنيا التي يكتسبها الإنسان بالخبرة والتجربة والممارسة العملية ولا دخل للوحي فيها لأن القرآن إنما هو كتاب شريعة وأحكام وليس كتاب حرف وامتهان نعم وفي حديث آخر إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن الحديث الآخر أيضا أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه ألفان وثلاثمائة وواحد وستون وهو من حديث طلحة ابن عبيد الله نعم وفي حديث ابن عباس في قصة الخرص حديث ابن عباس وقصة الخرص وهو التقدير والحزر الذي يتم في النخل وفي الزيتون الفلاح يرى التمار قد برزت وظهرت في الشجر وسوف يتساقط منها ما يتساقط ويأكل هو منها ما يأكل ويهدي ما يهدي فلابد أن يحسب ذلك عليه فيخرص ويقدر بمعرفة أناس خبراء في هذا الحقل فيعلم كم ينبغي أن يخرج من الزكاة بعد جني المحصول وذلك مبني على التخريص وهو عمل شائع في كثير من الأمور التي يتم تقديرها تقديرا حتى فيما يتعلق اليوم في المعاملات التي تتصل بالتعويضات وغير ذلك يؤتى بأهل الخبرة فيقدر المبنى كم يساوي لو كان كذا فيكون التمن مكافئا للمحل الذي يراد التعويض عنه وهكذا الزكاة أيضا تخرص الحبوب في أسجارها ليعلم كم يكون على صاحب الشجر من الزكاة بعد أن يأكل منها ما يأكل ويهدي ما يهدي فحديث من عباس في ذلك يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم فما حددتكم عن فما حددتكم عن الله فهو فما حددتكم عن الله فهو حق وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطي وأصيب والحديث أخرجه البزار ورقمه في كشف الأستار مئتان وواحد وحسنه السيوط في المناهل ورقمه 1265 نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر فما حددتكم عن الله فهو حق وما قلت فيه من قبل نفس فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب وهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوالها لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه وسنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فما حددتكم عن الله فهو حق وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطي وأصيب يريد أن يبين للمسلمين أنه بشر كبقية الناس ما لم يرد إليه وحي في أمر من الأمور فإنه لا يعلم الغيب من تلقاء نفسه ولا يعرف حكم الله في مسألة حتى ينزل الله عليه فيها ما يبينه له بالوحي فالإشارة إلى بشريته عليه الصلاة والسلام فيها بيان للناس أنه يسري عليه ما يسري على البشر من الخطأ والإصابة فيما لم يوحى إليه نعم وكما حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب الحباب ابن المنذر أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال فإنه ليس بمنزل انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلوب فنشرب ولا يشربون فقال أشرت بالرأي وفعل ما قاله هذا الخبر مشهور عند المسلمين في قصة بدر وما وقع في هذه الغزوة من القتل والقتال بين المسلمين والمشركين في أول هجرتهم في السنة الثانية من هجرتهم والحديث أو هذا الخبر أورده ابن إسحاق والبيهقي عن عروة والزهري عن جماعة كما بيّن الإمام السيوط في مناهل الصفا ورقمه ألف ومئتان وستة وستون والحباب ابن المندر الأنصاري الخزرجي المتوفى في خلافة عمر رضي الله عنه رضي الله عنه وهو صاحب رأي معروف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن ثبت في غزوة أحد وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وممن وممن اقترح في غزوة بني قريضة أن يعسكر المسلمون بين حصون اليهود ليمنعوا تواصلهم وغزوة بني قريضة هي التي وقعت بعد غزوة الأحزاب في العام الخامس من نهجة النبي صلى الله عليه وسلم فبعد أن هزمت الأحزاب واندحرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتوجه إلى بني قريضة الذين أرادوا خداع النبي وأصحابه وجعل تغرة من جهتهم إلى المدينة يتسلل منها الأحزاب لاقتحام المدينة بعد أن حال الخندق بينهم وبينها فحينما توجه المسلمون نصح المسلمين الحباب بن المنذر أن يعسكر بين منازل اليهود وحصونهم حتى لا يقع اتصال وتفاهم فيما بينهم واتفاق على أمر يفلحون فيه في خداع المسلمين وهو رضي الله عنه صاحب العبارة المشهورة في يوم سقيفة بن ساعدة عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وأراد المهاجرون أن يولوا أبا بكر خليفة وأراد الأنصار أن يولوا سعد بن عباذة فقام يقول قولته المشهورة أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب يعني يبين بهذه العبارة أنه مستعد لل القتال وعذيق للدفاع عن فكرة تولية أنصاري خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه حينما تبين له الحق وأن هذا الأمر لا يليه إلا قرشي فهم أولى الناس بالخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أذعنا لما بينه المهاجرون رضي الله عنهم جميعا علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبين علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبين وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر وأراد مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر المدينة فاستشار الأنصار فلما أخبروه برأيهم رجع عنه هذا الخبر يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حينما علم كثرة جيوش الأحزاب التي تريد اقتحام المدينة اقترح على سعد بن عبادة وسعد بن معاد زعيمي الأوس والخزرج سعد بن معاد زعيم الأوس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج اقترح عليهم أن يدفعوا لأهل غطفان قدرا من تمار المدينة يقدر بالثلث حتى يحدث تلمة في جويش الأحزاب فيتخلوا عن بقية الأحزاب ويتخاذلون فسأله السعدان سعد بن معاد وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في رواية الطبران يا رسول الله أوحي من السماء فإذا كان كذلك فهما سيسلمان وإن كان كذلك أيضا رأي من عنده وهوى يراه فإن هواهما وهوى الأنصار يتبع هوى النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته أم هو ليس من من ذلك في شيء إلا رغبة النبي صلى الله عليه وسلم الإبقاء على الأنصار بعدم اجتتاتهم و قتلهم وتخريب دورهم وقال له أنهم لم يفعلوا هذا في الجاهلية لم يُعطوا الدنيا في الجاهلية كيف وقد جاء الإسلام إليهم فلن يرضوا إلا بالجهاد والتضحية في سبيل هذا الدين والموت دون هذه الرسالة وهو موقف صلب وشديد وقوي وبطولي من زعيمي الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم جعله يعدل عنه فقد وجد الأنصار محبين للموت في سبيل الله دفاعا عن هذا الدين الحنيف وأنه لا يسعدهم أن يبقوا أذلاء ويعطوا للغطفانيين وهم كثرة كاثرة تمتد بلادهم من هضبة نجد إلى أطراف المدينة ثم ترتفع شمالا وتتوسع في بلاد العرب شرقا حتى تبلغ ديارة بني كلاب وتبلغ طي وتبلغ مواطن كبيرة من القبائل الأخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم عند إذن قطع هذا الاتصال الذي أراد أن يقوم به مع الحارث الغطفاني قائد بني مرة استجابة لطلب السعدين والحديث كما يذكر العلماء أورده البزار بإسناد حسن من حديث أبي هريرة وساقه الطابراني أيضا بإسناد حسن لكن فيه محمد بن عمر الليثي وهو صدوق له أوهام وقد جاء في رواية الطابراني ذكر بعض السعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهما سعد بن معاد وسعد بن عباذة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود وذكر سعد بن معاد وسعد بن عباذة صحيح وذكر سعد بن خيثمة وسعد بن الربيع لا يصح لأن سعد بن ربيع لأن سعد بن خيثمة استشهد في غزوة بدر ويصح أن يكون ذكر سعد بن سعود له صلة بهذا الإسناد فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك فكرة الاتصال ببني غطفان وإعطائهم تلت تمار المدينة إن رجعوا إلى ديارهم وتخلوا عن الأحزاب وشاء الله سبحانه وتعالى أن تقهر غطفان مثلما قهرت بقية الأحزاب بريح أرسلها الله عليهم كما بيّن ذلك في سورة الأحزاب في آيات فصل فيها البالي سبحانه وتعالى ما جاء من أحاديث المنافقين وتخدرهم وما وقع للمشركين وإلقاء الرعب فيهم وإفساد هجومهم وعودتهم مدحورين ثم انفراد المسلمين بعد ذلك ببني قريضة الذين أرادوا أن يخدعوا المسلمين ويفتحوا تلمة وتغرة في المدينة من ناحيتهم ليتسلل منها الأحزاب نعم فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة المحطة من حط يحط بمعنى نقص منزلة فإذا وقع في أمور الدنيا خطأ فإن ذلك ليس يحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرسل خبيراً بشؤون الحياة الدنيوية والمهن والحرف والتجارات وإنما أرسل ليعبد الله وحده ويدين الناس له بشريعة سمحة مبينة مفصلة بوحي من عند الله سبحانه وتعالى لا مرأة فيه نعم وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفسه بها نعم والنبي صلى الله عليه وسلم مشحول القلب بمعرفة الربوبية ملآن جوانح بعلوم الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم مشحول القلب ملآن الجوانح ومقيد البال يعني من هذه النواحي يسيطر عليه الوحي من عند الله سبحانه وتعالى وهم متعلق بربه ليعلم ما يوحيه إليه من التكاليف فالوحي يملأ عليه جوانحه والجوانح هي الأطلاع القصيرة التي تلي الصدر والبال هو الحال والشأن فحينما يكون بال الإنسان مشغولا بشيء آخر لا شك أنه لا يحسن التفكير في أمر غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشغولا بالحياة الدنيا وإنما كان مشغولا بأمر الآخرة وتطبيق أحكام هذه الشريعة السمحة نعم مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية نعم ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور ويجوز في النادر وفيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها لا في الكثير المؤدن بالبله والغفلة نعم وقد تواتر بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم من المعرفة من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر مما قد نبهن عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب الموضع الذي يشير عليه يشير إليه في كتابه الشفاء هو باب معجزاته صلى الله عليه وسلم وهو الباب الرابع من القسم الأول الذي ترجم له فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات نعم من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث قصة تأبير النخل وما فيها من بيان إلى بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في أمر الدنيا ليس كأمره في أمر الآخرة في أمور الدين التي توحى يوحى إليه بشأنها وبعد ما ذكره أيضا من واقعة غزوة بدر وما اقترح عليه في وجوب السيطرة على المياه وعدم تركها لكفار القريش حتى يحتاجون إلى الماء فلا يجلونه فيغادرون ميدان المعركة وكذلك في عرضه فكرة تقديم تلت تمار المدينة إلى بني غطفان ثم عدوله عن تلك الفكرة ساق المؤلف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاحتكام إليه وفيه يبين أنه قد يحتكم إليه المسلمان ويعرض كل منهما دعواه ويكون أحدهما أفصح وأبين لحجته من الآخر فيقضي له وهو غير صاحب حق فيعيمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع ذلك بأنه إنما يقطع له من نار جهنم قطعة فإن شاء أخذها وضيع آخرته وإن شاء تركها وهو الأولى به أي بالمسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي الذي أخرجه أبو داود ورقمه 3583 وألحن أي أقدر وأفطن ومسألة اللحن من المعلوم أن اللحن في اللغة هو التحريف والانحراف وهكذا يكون المرء في دعواه ادعاء باطلاً بقدرته على تزين الباطل وتقديمه على في صورة حق وهذا أمر وهذا أمر مشاهد كثير من الناس تجده لا يخاصم ولا يجادل ويضلم ويضلم فيسكت وربما يتكلم فلا يحشن عرض أدلته وتجد من الناس من هو لا شأن له إلا الجدال والخصام يتفنن في ذلك في كل شيء في الموضع الذي يجالس فيه الناس وفي مكان العمل وفي السوق وفي الشارع بل حتى في الإشارة الضوية وهو في سيارته تجده يتطاول بالكلام ويجادل ويخاصم وقد يقف أمام القاضي فيسوق من الحجز الزائفة التي تنطل تنطلي على القاضي لأن خصمه لا يستطيع أن يتذكر كل أدلته ليس من طبعه الجدال والخصومة فهذا أمر مشاهد وقد يفرح بعض الناس بقدرته على ذلك فيتجرد لهذه المهمة تجده لا يعدل بها شيئا شأنه هو إتارة الخصومات ورفع الصوت وإتارة المشاكل في مكان عمله وفي شارعه ومع جيرانه ومع أهل بيته لأنه يجد في قدرته على إبداء الحجز والأدلة مع شكوت الآخرين حياءً أو ضعفاً في إبراز في إبراز أدلتهم أو هكذا عرف بطباعهم مهادنة له تجده يأخذ حقوق الآخرين فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أمثال هؤلاء بأنه إذا رفع إليه أمر وحكم فيه بما يراه الحق لا لأن الحق مع من حكم له ولكن لأن صاحب الحق كان ضعيف التذكر لحجزه و قليل الجدال في إبراز أدلته قال إنما هو يقضي له النبي صلى الله عليه وسلم بقطع من النار فيحمله مسئولية ذلك وقد ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في أول هذا الفصل الرابع الذي موضوعه اعتقاده أي اعتقاد نبي صلى الله عليه وسلم في أحكام البشر الجاري على يديه وقضاياهم المرفوع إليه المصنعين رحمه الله ساق الحديث ولم يرد الإسناد وسيرده فيما بعد وهذا متبع في كتب الحديث عند أهل الحديث يجوز تقديم الحديث على السند فهو جائز علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني حدثنا الفقيه أبو الوليد رحمه الله الفقيه أبو الوليد هو يشام بن أحمد الفقيه بن العواد الذي الذي يعرض عليه القضاء مرارا ولم يقبله توفي عام خمسمائة وتسعة نعم حدثنا الحسين بن محمد الحافظ هو أبو علي الغساني المتوفى عام أربعمائة وتمانية وتسعين حدثنا أبو عمر والغساني له رجال الصحيحين والتعريف بشيوخ البخاري وأبو عمر هو شيخه ابن عبدالبر المتوفى عام أربعمائة وتلاثة وستين نعم حدثنا أبو محمد هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن القرطبي حدثنا أبو بكر هو محمد بن بكر بن داسة المتوفى عام ثلاثمائة وستة واربعين راوي سنن أبي داود الذي أخرج الذي ساق المؤلف حديث الاختصام إليه من خلال من طريق أبي داود نعم حدثنا أبو داود هو سليمان من الأشعة صاحب السنن المتوفى عام مائتين وخمسة وسبعين للهجرة حدثنا محمد بن كثير سمع الحديث بالبصرة والكوفة فهو عراقي وأخرج له البخاري وغيره من الطبق الحديث عسرة وفي عام مائتين وثلاثة وعشرين أخبارنا سفيان هو سفيان التوري أبو عبد الله سفيان بن سعيد المتوفى عام مائة وواحد وستين عن هشام بن عروة نعم عن أبيه أبوه وعروة بن زبي هو هشام بن عروة وأبوه عروة بن زبير نعم عن زينب بنت أمي سلمة زينب زينب بنت أمي سلمة هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من أفقه النساء أرضعتها أسماء امرأة زبير من العوام وهي بنت أبي بكر وأخت السيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا أرضعت السيدة أسماء زينب بنت أمي سلمة لأنها بنت ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت إخوة لأبناء الزبير ومنهم عروة نعم عن أمي سلمة قالت أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمي الذي يعرف بزاد الركب لجوده روت ثلاثمائة وتمانية وسبعين حديث توفيت عام واحد وستين للهجرة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفي رواية الزهري عن عروة فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له رواية الزهري عن عروة فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيح الفان واربعمائة وثمانية وخمسون وأخرجه الإمام مسلم ورقمه الف وسبعمائة وثلاثة عشر من حديث بن شهاب الزهري أبلغني عروة بالإسناد السابق نعم ويجري أحكامه عليه الصلاة والسلام على الظاهر جريان وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم على الظاهر سوف يعلله المصنف ويبين الحكمة في ذلك فالله سبحانه وتعالى بوسعه أن يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عما يدوره في خلد كل متخاصمين بحيث يعرف المحق من المبطل ومن صاحب الحق والذي لا حق له فيقضي بناء على علمه عن الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى جعله قدوة للمسلمين وللقضاة لهذا جعل حكمه صلى الله عليه وسلم مبليا على الأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر كما هو معلوم في شرعنا الناس يأخذون بالظاهر أما السرائر فالأمر فيها مفوض إلى الله سبحانه وتعالى نعم وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيان الأقضية وأحكامها يذكر قوله عليه الصلاة والسلام البينة على من الدعى واليمين على من أنكر أي أن المدعي عليه أن يثبت دعواه بالبينة وإذا ثبت ذلك بالبينة فللمد عليه أن يثبت أن يثبت براءته باليمين البينة على من الدعى واليمين على من أنكر فهذا مما هو يؤخذ به في شرعنا وهو مما يعرف بغلبة الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف فالحالف فالمدعي يأتي بالبينة كان يأتي بمن يشهد له أو يأتي بالدليل القاطع والمدعي يرد هذه الدعوة باليمين وقد ينكر وقد يأبى المدعي عليه اليمين ينكل منك لا ينكل نكولا فيترك الخصومة أو يجيب حاجة المدعي كان يدعي مدعي على آخر أنه أسلفه عشرة آلاف عشرة آلاف دينار فينكر ذلك ويقول إنما أسلفتني ثمانية وقد يقع ذلك بسبب النسيان وغيره فيرفع أمره إلى القاضي فإذا لم يكن تم وثيقة تثبت المبلغ الذي اقترض من صاحبه ولم يكن تم تشهود حضر ذاك الإقراض فعلى صاحب على المدة عليه أن يتبت ذلك باليمين يتبت بطلان ذلك باليمين فإذا ما أراد أن يعظم الله سبحانه وتعالى ويترك اليمين وهما يسمى بنقول المدعى عليه المطالب باليمين فإذا ما نكل عن اليمين وأبى أن يحلف يعطي لخصمه المبلغ الذي ادعاه عليه فالنقول هو ترك اليمين في مجلس القضاء وعند بعض أهل العلم ومنهم علماؤنا أنه قد ترد الأمين اليمين على المدعي فيطالب بأن يحلف وعند بعض علماء المسلمين وهم الحنفية لا ترد اليمين على صاحب الدعوة وفي كل الأحوال هذه أمور التقاضي قائمة على الأخذ بالظاهر وبيمين الحالف ومراعاة الأشبه بالأمر وحتي يراعى في ذلك كما ذكر القاضي عياض في هذا الفصل الوكاء وهو الوعاء والخيط يراعى الوعاء العفاص والوكاء الذي يربط به ذاك الوعاء وهذا في موضوع اللقطة قد يلتقط أحد الناس شيئا في الطريق ثم يعلن عنه ويحتاج صاحب الشيء أن يثبت نوع ما يخبر عنه هذا الشيء الذي التقط في طريق المسلمين صاحبه ينبغي أن يأتي بالبينة التي تثبت ملكيته له فهذا كله من باب الأخذ بالظاهر وهذا الذي يرعيه القضاء وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يقلب أي الناس بوحي ينزله الله عليه وبيله فيه الظالم من المظلوم والمخطي من المصيب والمحق من المبطل وما ذلك إلا لكونه صلى الله عليه وسلم قدوة فلو أكرمه الله بذلك وحيا يوحيه إليه في كل ما يختصم فيه إليه فإن المسلمين من بعده ينقطع عنهم الوحي ولا سبيل لهم إلى ذلك لهذا كان صلى الله عليه وسلم في قضائه يقضي بما يقضي به علماؤنا وقضاة الإسلام في كل عصر وزمان نعم ويمين الحالفي ومرعاة الأشبه ومعرفة العفاص والوكاء نعم مع مقتضى حكمة الله في ذلك فإنه تعالى لو شاء لأطلعه على سرائر عباده ومخبآت ضمائر أمته فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون حاجة إلى اعتراف أو بيّنة أو يمين أو شبهة ولكن لما أمر الله أمتها باتباعه والاقتداء به في أفعاله وأحواله وقضاياه وسيره وكان هذا لو كان مما يختص بعلمه ويؤثره الله به لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك ولا قامت حجة بقضية من قضاياه لأحد في شريعته لأن لا نعلم ما أطلع عليه هو في تلك القضية بحكمه هو إذن في ذلك بالمكنون المكنون أي المستور والمخفي نعم هو إذن في ذلك بالمكنون من إعلام الله له بما أطلعوا عليه من سرائرهم نعم وهذا لا تعلمه الأمة فأجر الله تعالى أحكامه على ظواهرهم التي يستوي في ذلك هو وغيره من البشر ليتم اقتداء أمتي به في تعيين قضاياه وتنزيل أحكامه ويأتون بما أتوا من ذلك على علم ويقين من سنته إذن البيان بالفعل أوقع منه بالقول وأرفع لاحتمال اللفظ وتأويل المتأول البيان بالفعل أرفع من البيان باللفظ الأمر العملي لا شك أنه أوضح من البيان القولي لأن القول يحتاج إلى تفسير وقد يختلف في تفسير الألفاظ وقد يقع في اللفظ التأويل تكون العبارة محتملة لأكثر من معنى وهذا أمر مشاهد في الأدلة الشرعية في النصوص التي يستدل بها على العلم يختلفون في الاستدلال بها كل واحد يحملها على معنى لأن النص يحتمل ذلك فالنص قد يكون قطعيا قطعية الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحدا وهذا قليل وأكثر النصوص إنما هي ظنية الدلالة لاحتمال تأويل الحديث أو الآية بوجوه مختلفة ولهذا كان العمل الفعلي أبيا من البيان بالقول واللفظ نعم وكان حكمه على الظاهر أجلى في البيان وأوضح في وجوه الأحكام وأكثر فائدة لمجبات التشاجر والخصام وليقتدي بذلك كله حكام أمته ويستوثق بما يؤثر عنه وينضبط قانون شريعته وطي ذلك عنه من علم الغيب الذي استأثر به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فيعلمه منه بما يشاء ويستأثر بما يشاء ولا يقدح هذا في نبوته ولا يفصم عروة من عصمته امتهى الفصل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل شكرا